أهلا بكم مرة تانية خلينا نقول كده أنه ملامح موسم جديد للنادي الأهلي بتترسم أو هتتحدد ملامحها في هولندا هولندا هو المكان أو هي الدولة اللي هتصديف معسكر أعداد أول مرة أقول كلمة معسكر أعداد من ثلاث سنين يعني الحقيقة يمكن لأول مرة بتتاح للنادي الأهلي فرصة أنه يخوض موسم في ظروف طبيعية رغم تلاحهم المواسم ورغم ضغط المطشوات ورغم كثرة المشاركة في كل البطولات بر مصر وجوه مصر إشي محلي وإشي قرري وإشي دولي لكن الحقيقة الأهلي عودنا دايما أن يكون واقف على منصة التتويج وبإذن الله إن شاء الله تكون بداية موفقة هنتكلم على معسكر الأعداد وهنتكلم على شكل الموسم الجديد وهنتكلم زي ما قلت لكم على الصفقات مع واحد من النجوم النادي الأهلي كابتن عبدالله جلال ضفنا النهاردة في السادسة بس أخير يا كابتن أقول لك الحمد لله على السلامة بقالك كثير مع نورتنا شرفتنا في السادسة أهلا وسهلا بك مرة تانية الله يسلمك سيد الحمد لله يخليك تعال كده نأخذ معك جولة في أخبارنا النهاردة ونسمع رأيك وتعليقك عليها زي ما قلنا طبعا يعني قلت لحضراتكم أنه تم الاستقرار على هولندا تكون المكان أو الدولة هتصديف في المعسكر بعد مفضلة يمكن كان فيه تفكير في ألمانيا كان فيه تفكير في النمسا وأيضا هولندا وأسبانيا كانوا محطوطين في الاعتبار لكن تم الاستقرار خلاص على إقامة المعسكر في النصف الثاني من شهر سبتمبر المعسكر أعتقد هيمتد من حوالي من 10 إلى 12 يوم وخلال المعسكر بيتم الاتفاق على عدد من المباريات الودية التي تجمع النادي الأهلي بعدد من الفرق الأوروبية ممكن يكونوا مطشين ممكن يكونوا ثلاثة بتشوف ده ازاي وبتشوف ازاي ده يخدم الفريق والجهاز الفني الجديد اللي بالتأكيد سيتولى المسؤولية فيه حضر يا قلت في البداية كده يعني أول مرة من ثلاث سنين كده النادي الأهلي تتسمع كده كلمة معسكر تدريب أو تحضيري للموسم الجديد دي طبعا حاجة كويسة حتى قبل كده يعني بفتكر الزمان أعتقد أنه يعني يجي لك ممكن يكون عمل ده والأجيال اللي قبلوكم كان دايما فيه حتى في وقت من الأوقات أنا كنت فاكر برضو فيه موسمين واربال برضو حصل تلاحهم وكننا خدنا برضو تقريبا بتاع عشر تيام أو خمساشر يوم برضو أجازة أو روحة سلبية وجي مستر أمان الجزي في الوقت ده عملنا بتاع أسبوع في أهل مدية نصر وبعد كده طلعنا على معسكر في ألمانيا لمدة ثلاث سابيع وده كان أطول معسكر على إعداد للفريق الأول للنادي الأهلي أبت هالي جزء التحضير أو الإعداد للموسم وشغل المدرب مع اللعبة يختلف بشكل كامل عن فكرة التدريبات الموجودة بين المطشاط وبين انكسرة الموتروات لا لا مختلفة تماما التمرين كلها تحضيرية للموسم تبقى مختلفة تماما عن التمرين الموجودة بين المطشاط ده بتبقى مختلفة تماما أنت بتتكلم في حمل بدنا ببدأ زي ما بقولك ده إيه مش هقول من السفر بس ببدأ من 20-30-40% ببدأ أبني حمل بدني بكيف اللعب بتاع الحمل البدني اللي هيخده على مدار الموسم كله بجانب أن أنا ببدأ أحط القواعد الفنية بتاعتي اللي برضو شغل فكورة بقى بحفظ فيها الفريق بتاعي أنا بتعالي أي مدرب أي مدرب في الدنيا مهما كانت إمكانيات وعايز المساحة دي عشان يعرف يحصل بينه وبين السكواد وبينه وبين اللعيبة انسجام في الفكر وفي طريقة اللعب المدرب ده كورته عاملة إزاي بيعتمد على إيه الجمل اللي بيشتغل عليها المؤجبات بتاع كل مركز والتين المعسكر ده بدي بقى عبارة عن التقاء فكرين ببعض فكر اللعيب نفسه وفكر المدرب المدرب أنا بدي أفكاري كلها للعيب في خلال الفترة اللي هي بتاع المفروض إن الطبيعي أن أنت بتتكلم في شهر الشهر ده بعمله تحضير جزء منه تحضير بدني وفي نفس الوقت بدي أفكار فنية اللي أنا همشي عليها طول السنة سواء فيه تغييرات في وسط السنة من جانب خطط أو طرق لعب بحفظها للعيبة بتاعتي عليه أو أول مقابل الفرق اللي أنا بناس لأني بصلنا في الفرق اللي أنا أقبلها فيه فرق مثلا ضعيفة هكبلها بالطريقة الفلانية بفيه فرق قوية في أفريقيا مثلا أو بطلات زي أفريقيا محتاجة فكر معين قوي فبصط أحفظ اللعيبة بتاعتي في التوقيت ده بجانب طبعا الأحمال البدنية اللي أنا بعليها في الوقت ده عشان أ沒 Carrejo جيب أقصى حمل بدن اللعيب بتاعي يقدر ينفذ بالمطلوب منه ونفذ أفكار المدار